الارش جيردر عبارة عن polygon frame لكن اسبانو كبيرة شوية يعني مثلا لو تفتكر كده التريانجلر polygon frame ده بيكون من كم سيجمنت بيكون عندنا هنا من 2 segments السيجمنت هنا وسيجمنت هنا وفاكين قلنا قبل كده في التريانجلر polygon frame المفروض البلاطة بتاعتنا هنا كان نوحها ايه وان واي هولو بلوكس وفاكرة بلاطة الان واي هولو بلوكس اطول طول الرب فيهم مفروض كام ماكسموم 8 متر عشان كده المسافة الافقية مش الميلة للسيجمنت الوحدة ماكسموم 8 متر وانت عرف ان تريانجلر polygon frame 2 segments عشان كده كان اخره كام 16 متر اكتر من كده ما ينفعش ناخده تريانجلر polygon frame طب لما الاسبان بتزيد عن 16 لو تفتكر واحنا محتاجين ناخده polygon frame بنعمل ساعتها بنزود عدد السيجمنت بدل ما يبقوا 2 segments يبقوا 3 segments لو 3 segments الوقت يمجح ساعتها بقى ترابيزايد ال polygon frame وزي ما قلنا السيجمنت الوحدة اخرها كام اخرها 8 يبقى ترابيزايد ال polygon frame اخره كده كام اخره ساعتها 24 متر طيب والله لو الاسبان عندي اكبر من 24 متر واحنا برضو محتاجين عشان نوفر فلوس نعمل polygon frame طيب ينفع ساعتها تفعنا في ترابيزايد ال polygon frame ازود طول السيجمنت عن 8 طيب قلنا ليه ما ينفعش عشان طول الربز في ال one way الو بلوكس اخره 8 متر طيب فنضطر ساعتها نعمل ايه نضطر ساعتها نزود عدد السيجمنت طيب بداية من اربع سيجمنت ابتدى الشكل شوية ياخد شكل الارش فمجازا بنسمي ال polygon frame اللي قدامنا ده ارش جيردر ياخد بالك الارش جيردر عندنا فالحيان ما هوش واخد شكل كيرف ده في حيان عبارة عن ايه عبارة عن سيجمنت هو polygon frame لكن عدد السيجمنت فيه كتير شوية طيب وكل ما حابتاج ازود الاسبان اكتر اي حاجة زي ما انت عايز لحد عشرة او خمساشر تماما لو انت عايز لكن خد بالك فيه عندنا عيب ان كل عدد السيجمنت ما يزيد ده معناه ايه معناه ان الزاوية بين كل المنبر والتاني هنا هتبقى شبه ستريت بلك شبه ستريت يعني دي واحنا هنا بنرسم هتطلع يعني ايه هتبقى صعبة او في الرسم وفي نفس الوقت خد بالك المقصات اللي هتتعمل هنا تبقى صعبة او في الرسم فعشان كده مش ميزة او انت هتزود او عدد السيجمنت طيب يبقى اتفعنا كده مبدئيا الارش جردر عندنا عبارة عن بوليجون فريم بس عادتها من ابتدي اسبانو من بعد 24 متر اسبانو فروت فرينج من كام لكام من 24 ل40 متر طيب السيجمنت الواحدة احنا اتفعنا اخرها الحقيقي بكام ماكسموم 8 متر لكن بيننا وبنبعض كده لو انا وصلت السيجمنت ل8 متر مدامنا ان البلطة الوانوية هولو بلوكس 8 متر بدل ما اوصل السيجمنت نفسها ل8 متر انا احسن لي ازود عدد السيجمنت فعشان كده احنا بنفضل في القرش جردر يبقى السيجمنت اخرها 6 متر هتلاقي المفروض دي فرينج من 3 ل 6 متر طيب لو زادت عن كده غلط مش غلط انت عافنا هي اخرها 8 كده احنا بنفضل تقوى فرينج من 3 ل 6 طيب بنعمل ايه خبالك اول حاجة انت اللي بتختار عدد السيجمنت ازاي منشوف الاسبان عندنا كام من الاخر كده وتفنى نقسم على عدد السيجمنت من الاخر بس تبقى السيجمنت الواحدة في رينج من 3 ل 6 متر وفي نفس الوقت السيجمنت كلها قد بعضها يعني مثلا مثال لو مثلا الاسباني الجيفنا عندي 30 متر اكبر من 24 فانا هفكر في قرش جردر طيب بس اول حاجة لقرش جردر ده اقسمه كام سيجمنت لو الاسبان 30 ممكن مثلا اخدهم 5 سيجمنت كل سيجمنت 6 متر ممكن اخدهم 6 سيجمنت كل سيجمنت كام 5 متر ممكن واحد تاني ياخدهم 10 سيجمنت كل سيجمنت 3 متر هو بس هتبقى صعب اقوه في الرسم كيهو صعب اقوه في ايه يعني تفنى هو صعب اقوه كمان في التسليح لكن صح مش غلط طيب مبدأين كانت اخيال لونا اخدتهم مثلا 6 سيجمنت يعني المعنى صح في عندنا 5 في النص مو لو 6 سيجمنت عندنا يعني فيه جوينت اتنين تلاتة اربعة خمسة يعني 5 جوينت في النص ماشي كده وشكل المومنت عندنا تفانع هبقى ايه هبقى سيجمنت ونبقى مفوض القرش جيردر عندنا اللي هو في الحقيقة بوليجون فريم هبقى كام سيجمنت في الحالة دي 6 سيجمنت وكالعادة نحية هنجو ونحية رولر وبنحط بينهم ايه نحط بينهم طاي وفاكرة طبعا ديوتو الاكسينشن وفي طاي يبقى فيه شوية مومنت سوارين اللي تحت بكام .05 الام نوت طيب الكونكريت ده منشنز عندنا هلما تيتفكر القرش جيردر لو البراطة تحت يعني في مبدئيا كده انا عايز احط البراطة هنا فاكن نفس الشروب بتاعت البراطة هتتحقق في القرش جيردر يعني اول حاجة لازم الكاميرات عندنا هتحط فين عند بالزبط يعني تحت بالزبط يبقى مسفات بين الكاميرات عندنا مسفات متساوية اللي هي الايه اللي انت مختاره من 3 ل 6 متر طيب ينفع الكاميرا يروح دارك تاعة الطاي قلنا دي غلطة فيتل لازم طبعا نعمل ايه نعمل هانجرز هتحط الهانجرز هنا عشان تشيل الكاميرات وتقلب اللي ده على الجاين في الاخر طب البلطات اللي بينهم هتتحط بنوايا في منسوب الطاي دي زي ما اتفقنا كده لازم يبقى نوحها ايه ينفع اي لود يرمي على الطاي وانا ماينفعش بالتالي هتبقى دايما وان وي في اتجاه الكاميرات طب وان وي صولد ولا وان وي هولو دي والله يبقى حسب الابعاد احنا الطبيع دلوقتي لو ينفع صولد يبقى خير وبركة اسهل لكن لو ماينفعش هتطر اخدها ايه وان وي هولو بلوكس انا اللي اهميني نهاية تبقى وان وي فاكر فابتدي بص على بعدين ابتدي بص عندنا على المسافة الاي اللي هي بين الكاميرتين التفانة اللي احنا مخترنا فرنج من 3 ل 6 متر وابتدي كمان ابص على تخيل مثلا مثال لو لقيت اكبر من ضعف الاي يعني مثلا انا كنت اواخد الاي هنا بتلاتة والسباسنج بسبعة طب ده كده معنى ان البلاطة دي لو اتخدت سولد هتشتغل ساعتها السهلية سولد لكن لو مثال تاني مثلا لو مسلا عندنا بسبعة واح نختارين الاي باربعة يعني اقل من ضعف الاي طب بلاطة سبعة فاربعة دي لو اتخدت سولد تبقى ايه تبقى توي فانضطر نعمل ايه ساعتها نخليها يعني القصد ان هي لازم تبقى في اتجاه الكاميرات ننفع سولد ايه منفعش يتخد ايه وكالعادة قلنا لو البلاطة بتاعتنا تكون لها تحت وانت عرف ان القرش جردر ده كله يبقى عليه ايه عشان ما يحصلوش فكينك مرفوض عندنا دايما نحط ايه عندنا نحط طيب عندنا عشان المسافات هنا مش كبيرة قوي يفضل يعني هنا ممكن تتساب البعضية تحط البعضية تتساب والبعضية تحط سترة وهكذا والمهم ان هو بقى سيماتريك طبعا يمين وشمال زي بعض ده كلام تدفعنا لما برطة تبقى تحت طيب بقية التفاصيل فكين احنا دايما عند نعمل ايه بنحط الكاميرا فوقيها وكاميرا تحتيها ليه فاكر الكاميرا اللي فوق دي وظيفيتها حاجتين تشيل البلاطة تاني حاجة تربط القرش جردرز مع بعض الكاميرا اللي تحت هيك بتعمل ايه افتكر بتربط الاعمل دي نفسها مع بعضها فاكر بقى بقية التفاصيل احنا حفزانها طبعا تحط شباك وقاميرا وحيطة وسميل ده كده اخذ بالك شكل كونكريت دامانشنز لما البلاطة عندنا تبقى فين تبقى تحت طب لو عايزين البلاطة في الليفل الفوقيني خالص اللي هو عند اعلى نقطة في القرش جردر وكي وبالمناسبة ميزة ان البلاطة تبقى تحت ايه دي ميزة معمرية ليه بساعته شافة ايه شافة ساقفز طيب لكن مبدأين كده لو احنا عايزين البلاطة فوق وبالمناسبة مضوع البلاطة فوق ده اشهر بكتير طيب نعمل ايه نعزل البلاطة فوق طبعا لازم تفاعل نحط الكاميرات كاميرات الساكنري فين عند الجوينس بالزبط طيب فهتلاقي فيه ان فيه عندنا كاميرات وزنها رايح دائرة بتاع الجوينس زي الاتنين دول وفيه كاميرات تانية في الهواء طبعا في الهواء دي هننترى نحط لها ايه نحط لها بوست ماشي كده بحيز الوقت يخبر بلك ان البوست ده هياخد وزن الكاميرا ووصله للجوينت طيب باخد بلك المنبر ده بوست عليه المنبر ده ايه هنجر عليه المنبر اللي هنا ده الجزء الفقاني وجزء التحتاني ازاي منبر واحد جزء كومبريشن وجزء تنشن نهو في النص يخبر بلك نحتاج نعمل ايه مع البوست دايما كاميرا التربيط قلناش معنى لان البوست اللي عليك ده انا بخاف يحصل له الكاميرا متهشرة اريدي معناها من في التجاه اللي هو عمودي على الورقة اللي هو يا ناحيتنا يبعيد عننا لكن التجاه يمين وشمال مي اللي هم نعطي فانا كاميرا التربيط وفاكين قلنا قلنا كاميرا التربيط بتاخد عندنا كام خمسة عشرين فاربين وتسلحها اتنين فاي اتناشر تحت و اتنين فاي اتناشر فوق طب البلطة اللي فوق ينفع توي ولا ما ينفعش لو في فكرة قلنا ينفع بس ساعتا كاميرا التربيط بقت شالة لود من ايه من البلطة ما بقتش كاميرا التربيط بقى واحنا بنفضلها برضو طيب ده كده شكل خبالك هنا فيه عندين الوقتي عند نيو برين بليت لازم نحط كام برضو كاميرتين كاميرا فوق هتعمل ايه هتربط القرش جردرز مع بعضها والكاميرا تحت تربط الاعمدة مع بعضها والكامل بقية التفاصيل هي هي طيب الناس كتير بتنسى تقفل الجزء الفوقاني ده الجزء الفوق ده ينفع يتسابها وكده طبعا ما ينفعش في اما يتحط حيطة بتتشال على الكاميرا اللي تحت دي يامك شبك متر ونص وتحت هي حيطة ده صح وده صح مش هتفرق